المسلمين في سوريا وتصبح امتداد لتركيا وتضع سيطرتها كدولة عظمى على سوريا تركيا لا يهمها في هذا المقام لا بشر ولا الإخوان المسلمين الموجودين في سوريا ولا أي شيء يهم تركيا فقط حماية الحدود التركية من حزب العمال الكردستاني المنتشر في الأراضي السورية في المنطقة الحدودية مدعوما بحزب الاتحاد الكردي السورية أكبر الأحزاب الكردية الموجود في سوريا شمال شرق سوريا أكراد حزب الاتحاد الكردي هو الذي يسيطر على هذه المنطقة وبشار كان بيناوئ سياسيا الأتراك فأعطاهم شبه حكم ذاتي فبالتالي الآن هم المحاصرين في كوباني من حزب الاتحاد الكردي حزب الاتحاد الكردي بيحتضن وبيستقبل المقاتلين الأكراد المتواجدين على الحدود التركية السورية من حزب العمال الكردستاني الموسوم بأنه جماعة إرهابية داخل تركيا فبالتالي تركيا بتحاول أن تستبق استراتيجيا وتحاول أن تحمي حدودها من الخارج إسقاط بشار الأسد الذي يعطي حكما ذاتيا للأكراد في حزب العمال الكردستاني ربما يكون هو السبب الرئيسي في منواءة بشار الأسد الآن تركيا في منطقة ملتهبة الآن تركيا بتعاني من الخارج ومن الداخل لا تنسى أن حزب العمال الكردستاني واتفاق السلام الهش الذي تم إسقاطه بعد موقعة كوباني والتخازل التركي في كوباني عبدالله أجلان من داخل محبسه قال الآن سقطت ورقة السلام الهشة والضعيفة بيننا وبين الإدارة في أنقرة لذلك بتجد أن تركيا من الداخل من داخل لديها مغة السياسي من الداخل اللي هو حزب العمال الكردستاني الذي يمثل سبع محافظات قراندولية هؤلاء يمثل 15 مليون تركي كردي أنت أمام أزمة أيضا تركيا بتخشى من المد الموجود الكردي داخل سوريا أيضا من حزب الكردستاني العراق التي قاربت أن تكون وكأنها شبه دولة دولة الآن بيتحدث عن مباحثات بين أربيل وبغداد على حرية وسرعة الدخول والخروج للمواطنين أنت أمام دولتين أنا أذكر أيضا بأن تركيا حينما كانت تريد أن تضعف بغداد المركز كانت بتساعد كردستاني العراق موسيقى